اشتركوا في القناة انجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2022 ترشحا وتصويتا لاستكمال المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حيث تعتبر هذه المشاركة الكبيرة من قبل الشباب عنصرا أساسيا لدفع عجلة التنمية للأمام بما يعود بالنفع والخير على مملكة البحرين والدليل على وعيهم ودورهم الفاعل والحيوي في العملية السياسية تنظيمات وايد حلوة ونحن من أساسا من محرق وأن المراكز العامة صراحة تنظيم وايد حلو وسهولات وخلصنا إن شاء الله الله يوفق الجميع إن شاء الله الحمد لله رب العالمين منذ الصباح الباكر نشوف الناس في الشوارع موجودة من الصبح وكانت حطة في بالها النهيتي من الصباح الباكر فهو الشيء بالعكس هو الشيء يجوبي حتى نحن بالنسبة لنا كمواطنين بالعكس يشجعنا على النية ونصاوت وننتخب الأمور جدا طائبة يعني ما شاء الله فيه حركة وانسيابية يعني حتى مع الزحمة اللي موجودة يعني عملية التصويت زائد التأكد من البيانات والإدلاء بالصناديق الاقتراع كلها ما تجاوزت يمكن الدقيقة ونصل دقيقتين هاي بالنسبة للمحافظة الجنوبية يعني كان هذا التطور الكبير والمشاركة الإيجابية تمثل القاعدة الصلبة لتفاعل الشباب البحريني مع تطورات العملية السياسية والرغبة الملحة لكافة الفئات في المشاركة في صنع القرار كون دستور مملكة البحرين ضمن للجميع فرصا متساوية وذلك ضمن شروط قانونية واضحة ومحددة حيث أنهم يتطلعون بشقف كبير يضعون أيديهم في كل جانب في مسيرة البناء التي تعيشها مملكة البحرين إنما وصل إليه الشباب البحريني من خلال مشاركته في جميع العمليات الانتخابية بدءا من الترشع ووصولا لعملية التصويت إنه لدليل واضح على أنهم هم الرهان الذي آمنت به مملكة البحرين ليكونوا ليد اليمنى التي تتكي عليه فما نشاهده اليوم من مشاركة شبابية واسعة يأكس الصورة الحضارية المشرفة للشعب وحرصهم على الحفاظ على المكتسبات الديمغراطية الوطنية والبناء على ما تحقق من نجاحات لمملكة البحرين طلنايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر